أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية وبما يشده التعاون الثنائي المشترك من تطور وتقدم على كافة المستويات وبالأخص في المجالات الثقافية والأدبية جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصافرية هذا اليوم معالي الدكتورة لانا مامكغ وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة زيارتها للمملكة لحضور معرض البحرين الدولي للكتاب في نسخته السابع عشر والذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والأثار والذي انطلقت فعالياته في مملكة البحرين في وقت سابق اليوم باعتبار الأردن الشقيق ضيف شرف لهذا العام وكذلك إقاء محاضرة للوزيرة ضمن فعاليات هذا المعرض وقد رحب جلالة الملك المفدى بوزيرة الثقافة الأردنية متمنيا لها التوفيق في زيارتها للمملكة التي تأتي في إطار تعزيز التواصل والتعاون الثقافي الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين وأكد العاهل المفدى على المكانة الثقافية والأدبية والفكرية للمملكة الأردنية الهاشمية وما يزخر به هذا البلد الشقيق من نخبة متميزة من الأدباء والمفكرين الذين أثروا الحركة الثقافية والفكرية في الأردن بشكل خاص وفي الوطن العربي بصفة عامة كما أكد جلالته على المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة البحرين بما تمتلكه من حضارة عريقة وتواصل ثقافي مع مختلف الحضارات القديمة ومركز إشعاع للمعرفة والثقافة مشيدا جلالته بمثل هذه المعارض الدولية والفعاليات الثقافية القيمة التي تسهم في إثراء الحركة الثقافية والأدبية بشكل عام والتعريف بثقافات المجتمعات وتعزيز التقارب بين مختلف الدول والشعوب بالإضافة إلى إسامها في نشر القيم الإنسانية والحضارية وقد أعربت وزيرة الثقافة الأردنية عن شكرها الجزيل وتقديرها البالغ لجلالة الملك المفدى على حرص جلالته على دعم وتعزيز مسيرة التعاون والتبادل الثقافي وتبادل الخبرات والتجارب الثقافية بين المملكتين الشقيقتين كما أعربت عن إعجابها بالنهضة الثقافية التي تشهدها مملكة البحرين وبالمؤسسات الثقافية والمتاحف التي تزخر بها المملكة والتي تعكس ثراء المخزون الثقافي والحضاري لهذا البلد العريق ترجمة نانسي قنقر